نحو نشر مظلة الأمن والطمأنينة في ربوع السلطنة جاء الاحتفال بافتتاح مبنى وحدة المهام الخاصة بولاية قريات ضمن سلسلة من المشاريع الأمنية الحديثة في مختلف محافظات السلطنة ثم توجه راعي المناسبة إلى ميدان الاستعراض العسكري لتخرج فصائل من الشرطة المستجدين حيث أظهر الخريجون من خلال الاستعراض العسكري ما وصلوا إليه من إتقان عالي لمفردات التدريب وبرهنوا جهزيتهم المعنوية والبدنية والمهنية لآداء الواجبات الأمنية التي سوف تناط بهم في مواقع العمل الشرطي بعدها قام راعي المناسبة بتسليم جوائز الإجادة لأوائل الخريجين ثم ردد الخريجون نشيد شرطة عمان السلطانية حماة الحق وهتفوا ثلاثا بقسم الولاء ونداء التأييد للقائد الأعلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وتتكون الوحدة من مركز أمن يهدف إلى التغطية الأمنية المستمرة مزودا بغرفة للمراقبة كما توجد بالوحدة قاعة مجهزة بالتقنيات الحديثة وقاعات للاجتماعات ومكاتب إدارية حديثة كما تضم الوحدة فصولا دراسية مجهزة بالوسائل التعليمية المناسبة لتلقي العلوم المعرفية والقانونية في المجالات المتخصصة وفي مجال الرعاية الصحية والاجتماعية تم إنشاء عيادة لتقديم الخدمات الطبية الأولية ومسجد وعدد من المباني السكنية للضباط وأخرى للأفراد مجهزة بالخدمات الخاصة بمرتب الوحدة كما حرصت شرطة عمان السلطانية على إنشاء مرافق رياضية متكاملة وعلى هامشي الاحتفال بافتتاح وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية قريات التقى معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بمدراء لدارات بتشكيلات شرطة عمان السلطانية وأكد معاليه خلال اللقاء أن جهاز الشرطة يعمل بشكل مستمر على استحداث برامج تطويرية جديدة للارتقاء بالعمل الشرطي افتتاح هذا الصرح الأمني بولاية قريات يأتي مواكبة لخطة التطوير والبناء التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية في مختلف المحافظات من أجل غرس مفهوم الأمن والطمانينة على ربوع السلطنة الملازم أول منير بن محمد السنان ولاية قريات محافظة مصق